السلام عليكم و مرحبا بكم في اليوم جديد فيديو جديد سوف نشارك معكم في هذا الفيديو طبق المروزية كرائق طرق التحضير نحتاج الكيمياء لحسب عدد الأفرد والرغبة المروزية مرحبا توابل مرحبا المروزية كبابة قرفة ملحة قصبر ملحة عواد مياة زيت الزيتون نضيف ملحة قصور حبوب قرفة خرقوم نضيف ملحة كبابا كينجبير ملحة كبيرة ملحة ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة ملحة الزيت هناك ملحة نضيف ملحة النضيف تركضها ثلاثة ساعات حتى تتلقى لحم و العطرية تدخل في الحم قطعتها حتى تشرب العطرية كاملة بعد مدهة مدهة في الكوكوط قطعتها حتى تشرب العطرية وضفت الماء قد يسمن و القرفة عواد سوف نجعلها تشحر قليلا تشرب العطرية سوف نضيف القدر الماء بالنسبة للعاصر سوف نضيف الخوخ و البرتقال سوف نضيف الخوخ و إضافة للعصر واستفتة القشور سوف أضيف الخوخ طرفه تطير مع الشعر والماء نضيف الخوخ سوف نضيف الخوخ قد تصلق البرد سوف اضيف حتى تصبح الخوخ مع الشعر أضيف المرزين المرزين تنزل لحام الضوء المرزين المرزين اضيف طفل نضيف لحيمة طائبة نضيف تفصل بالنسبة للمرزية يجب أن يجعل المرقة يجب أن يكون أطنارها أما الذي يجعلها يحتفظ بها لا تبقى فيها المرق نهائي تبقى غير لحيمة كوضة زبيب صافي تبقى غير لحسب كلها ورغبة نضيف الزبيب للمرزية نضيفها في الجناب بالنسبة للوز سوف تزيين بسيط جدا يجب أن تضيفها في الوصفة سوف أضيفها خفيفة اللوز الطبق للمرزية سوف أضيفه رائع بالفضل توابل المرزية مع الحلوة منطقة المرزية مصر و الحمطة بالمصر رفقت مع بطاطا وموتاشوب ثلاث شرمل البتخ وعصر خخ وعصر البرتقال هذا هو الطبق في هذا الفيديو أتمنى أن تكون الأعجاب لكم أتمنى أن تجربوها لا تنسوني شجاعتكم وتعليقاتكم لتحفزني وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله